السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمن ولا أذكركم ونفسه بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى ويتعالوا نشوف صاحبة حساب رهام الزناتي وهي سؤال حلقة اليوم بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحضرتك أنا في نهاية الثامن وبقالي اسبوع اجا اقوم من نوم الاقي نص اليمين كله من الراس لحد القدم متخضر يعني منمل تنميل في الجسم في الاول كنت بقوم كان التخدير ده بيروح بعدها بدقيقة واثنين انما بقالي تلات ايام دلوقتي ما عدتش بقدر اقوم ولا نص اليمين من جسمي مش بحس بيه الا بعد تلت نص ساعة لدرجة خدي اليمين متخضر بالفك ممكن اعرف من حضرتك ده سببه ايه وهل له علاج ولا لا طببي لحضرتك ولجميع المتابعين هو الاسترشاد بالمعلومات الوردة في الفيديو ولكن استشارة الطبيب هو امر ضروري مش رفاهية لان احنا هنقول هنا عدد من الاحتمالات طيب مين يقول الاحتمال ده هو ده اللي عندك او الاحتمال التاني هو اللي عندك الفحصات التحاليل وكشف الطبيب تمام ولكن خلونا نقول الاسباب العادية في فترة الحامل التغيرات الهرمونية تخلي عند الحامل تنميل في الاطراف ده شيء عادي ممكن يحصل لغالبية الحوال بس في حاجات بتحصل غلط في فترة الحامل بتخلي الموضوع ده زيادة شوية ومؤرق زي رقم واحد فقر الدم الشديد جدا يخلي موضوع التنميل ده زايد اوي ومؤرق نعمل فحص سي بي سي لوصول الدم كاملة ونتمن ان احنا ما عندناش فقر دم او انيميا طيب الحاجة التانية اللي برضو غلط انها تحصل فترة الحامل ولا تعالج يعني مش بقول انها الغلط انها حصلت لان في كتير ممكن يحصل لهم كده بس الغلط ان احنا نتركها بالعلاج هو الاصابة بسكر الحامل سكر الحامل ممكن يحصل لكل واحدة حامل نتيجة سيولوكيات غزائية خاطئة فممكن تصب بالسكر احدى اعراض الاصابة بالسكر هو تنميل الاطراف وتنميل الجسم عمدا فالتنميل ده ممكن يحصل نتيجة الاصابة بسكر نحن نعمل تحليق سكر نتطمن ان احنا ما عندناش ايه ما عندناش سكر طيب منتنا ان احنا ما عندناش ثكر وطمنت ان احنا ما عندناش فقر دم او انيميا نمسك الاحتمال التانية عند ايضا احتمال ان جسمنا فيه نقص في بعض البيتامينات والمعادن عندي نقص زي نقص فيتامين بهتناشر يعمل تنميل وتنميل متزايد طيب ده حل وبسيط ان احنا نتغزى على الاغذية اللي بتحتوي على بيتامين بيتناشر زي اللحم الاحمر زي البيض او ان احنا ناخد مكمل غزاء حقنا بيتامين بيتناشر كل ثلاث تيام او كل اسبوع في حقنا ممكن تنفع كل اسبوع بيبقى مفعولها ممتد اه سبعة ايام زي مثلا حقنا بيتول فيكس او مثلا حقنا تمتد مفعولها ثلاث تيام زي ديبوفيت فسواء اخدت دي او اخدت دي فدي حاجة بتخلي التنميل يخف لان احنا بندعم جسمنا بحاجة بيفتقدها نتيجة برضو السلوكات الغزائية الخاطئة نقص الغزائية والكلام ده فيه كمان حاجة ممكن تحصل نتيجة الحام ايه هي؟ الجنين عمال ياخد الكالسيم اللي عنده الام لانهم يحتاجوا فهيقعد يدور في حتة بعيدة لا لازم ياخد من الام بينقص عند الام الكالسيم لو نقص عند حضرتك الكالسيم ده يؤثر في ايه؟ في جسم حضرتك ومن احدى تأثيرات نقص الكالسيم هو حدوث التنميل لحضرتك ان يحصل لك تنميل لحضرتك نقص الكالسيم يبقى برضو دي من ضمن الحاجات اللي احنا لازم ناخد بنا بنا ان احنا برضو نستشير الطبيب هل بناخد مكملات للكالسيم ولا لأ فده مهم جدا ان احنا برضو نكون من نقشه مع الطبيب بتاعنا حاجة كمان من ضمن الحاجات اللي لو نقصت عندي تعمل لي تنميل في الجسم الماغنسيوم ده برضو من ضمن الحاجات اللي لو نقصت في جسمنا برضو تعمل لنا ايه؟ تنميل في الجسم طيب في فترة اه التلت الاخير زي هنا لاخت اه رهام هي في شهر التامن بيحصل ايه؟ كبر حجب الرحم وتقلق الوزن الرحم الجنين المية اللي حواليه الحاجات دي كلها بتعمل لي ضغط على العضلات والاربطة والاوطار والاعصاب والضغط على الاعصاب كل ده يعمل لي تنميل فكل ما بنزيد شوية بيعمل لي ضغط على الحاجات دي ومن ثم بيحصل ضغط على الاعصاب فالضغط على الاعصاب بيعمل لي تنميل طيب المطلوب ايه؟ المطلوب ان احنا ناخد بالنا من موضوع زيادة الوزن اكلنا مكملاتنا الغذائية هل بناخدها ولا لا التغذية السليمة في عائتنا بنتغذى كويس ولا لا هل فيه تورم في الجسم لو خلي بالنا لو فيه الجسم فيه حالة تورم لازم نقيس بس الضغط بتاعنا نتأكد ان الضغط بتاعنا مش عالي مع التورمات دي ولو التورمات دي زايدة يريد ان احنا نهتم بشرب المية لان شرب المية بكمية كافية يخفف لي من موضوع احتباس السويل احتباس السويل ده الجسم الزكي جدا لما بيه لاي ان حجرتك مش بتشربي مية فبيحتبس السويل اللي عنده خوفا من حدوث نقص في السويل في جسمه فبيقولك لا انا مش هطلع السويل اللي عنده فيفضل السويل دي موجودة فالحل بتاع احتباس السويل هو ان انت تشرب مية عشان هو يطرد المية مهم جدا ان احنا نزور الطبيب نعمل التحليل بتاع السكر ونعمل تحليل صورة الدم ونتضمن على مستوى الضغط بتاعنا ونحاول ان احنا نتحرك ما نسبتش على حاجة واحدة على وضعية واحدة وضعية الجلوس لفترة طويلة تعمل لي تنميل النوم برضو على الظهر يعمل لي تنميل لانه بضغط على الاوردة والاعصاب اكتر فياريت ان احنا ننام على جنبنا الشمال او ان ننام على جنبنا اليمين نقلب ما بين الشمال واليمين حتى نتقلب ما بين اليمين والشمال والضغر مشكلة ولكن ياريت ما نسبتش على وضعية النوم على الظهر بشكل قطعي عشان دي برضو بتعمل لي ضغط على الاوردة ويبقى اكت تاني استشارة الطبيب استشارة الطبيب استشارة الطبيب دلوقتي خلينا اقول لكم على حاجة مهمة جدا داخل قناة الرشدة هتجدوا عدد من الموضوعات والفيديوهات اللي تكلمنا فيها عن موضوعات كتيرة جدا موضوعات تتعلق بالحامل وتتعلق بالام المرضعة الجديدة والاطفال وحديث الولادة ومشاكل الاطفال الرضع ولكن في كل هذه الفيديوهات ساعة كتيرة جدا من زحمة الفيديوهات بيبقى عند البعض منكم بعض التساؤلات طيب ازاي داخل قناة الرشدة اعرف ان السؤال بتاعي اللي في بالي ده موجود اجابك فعلا جوا قناة الرشدة تعالوا اقول لكم ازاي لو حضرتك بتستعمل تطبيق اليوتيوب فبمجرد ما نفتح التطبيق فيه فوق كده حاجة اسمها عدسة البحس بندوس على العدسة هتلاقي كلمة البحس في يوتيوب هنكتب كلمة الرشدة اول حاجة وبعد كده الحاجة اللي بتختر على بنا وليكن مثلا الحمل في الشهر الخامس مثلا ونعمل بحس هنلاقي الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها عن شهر الخامس وعن موضيع متعلقة بالشهر الخامس ايضا ويمكن كمان تلاقوا موضوعات اخرى مشابهة حول الشهر الخامس وما قبله وما بعد لو حضراتك بتستعمل جهاز كمبيوتر وبتستعمل المتصفح جوجل فبمجرد ما نكتب برضو قناة الرشدة في محرك البحس وهنكتب بعديها الحاجة اللي احنا عايزنا زي مسلا تسمم الحمل هندوس على البحس وبعد كده هنختار مش الكل هنختار الفيديو وهيزهر لنا الفيديوهات اللي تكلمنا فيها عن تسمم الحمل ويمكن كمان حضراتك تدخل موقع اليوتيوب عن طريق ديسك توب او عن طريق جهاز الكمبيوتر وتكتب قناة الرشدة في محرك البحس اللي جوه موقع اليوتيوب وهنختار القناة نفسها وجوه القناة هنلاقي هنا حاجة اسمها بحس جوه قناة الرشدة هنكتب مثلا كلف الحمل جوه القناة وهنعمل بحس هنلاقي ان جوه القناة ظهرت لنا الموضوعات اللي بتتكلم عن كلف الحمل والموضوعات الاخرى اكون سعيد جدا وممنون لو شرفتونا بالاشتراك في القناة وكمان القو نظرة على الفيديو السابق اشوفكم على خير